السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بقال في خير. بصوا بقى احنا هنا عندنا المكنة الصودة العادية جدا. تمام? بتاع بتاعة المكوك دي اتبايزة. دي على طول اصلا بتبوزة عند كل الناس. مش هنغلب عادي جدا. هنجيب اي حاجة مفك. انا عندي هنا ابرة كورشي ليها. مهم حاجة يكون لها زي يعني صدادة يعني حاجة توقف المكوك عندها. بصوا زي الابرة زي الابرة كده الايد بتاعتها السيليكون الباقية دي. وبرضو المفك الصغير هيبقى برضو الايد بتاعته هتصد الايه? المسورة هنحطها هنلف شوية كده على ايدنا. تمام? وهنحط وهنبدأ نعملها كده بس نخلي الخيط على قدام مش لتحت من فوق. وهنبدأ نشغل المكنة وهنلاقي المسورة اتملت معنا في ثواني. المهم تكوني شايلة المكوك من المكنة من تحت. بيت المكوك تكوني شايلة ورفع الدواسة بتاعت المكنة وانتي بتملي المكوك كده وانتي بتملي المسورة كده. تمام? عشان المكنة ما تبصش منك. هنبصو اتملع في ثانية. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هنا هنبدأ نلضم المكنة واحدة واحدة. احنا بنحط هنا البقرة. هو الاحسن انت تستخدم البقرة الصغيرة لان انتي المكرة الكبيرة بتجري ومش عارف ايه. او لو عندك تربيزة زي كده بتقوم يحطها وراها. بتوقف فيها ورا المكنة بحيث ان هي تبقى ثابتة. خلاص. احنا بنحط الخيط الاول. وبعد كده في عندنا آآ يعني في علامات امشي على علامات بتاعت المكنة. تمام? في الحتة اللي هي من ورا. هتلاقي حديدة كده من ورا مفتوح. وبعدها هنقوم ده حطينها في اللي هو الشدات دوت اللي هو عامل زي الطبق. بنحطه بين الطبقتين. ونرجع نطلعه تاني ونحطه في العلامة التانية. نبدأ نمشي ورا علامات المكنة لحد ما نوصل للابرة. سهلة جدا لضمتها وما فيهاش اي حاجة. وشغلها حلو جدا وورزتها حلوة جدا. يعني لو عندك المكنة ديت ما تقوليش لا انا مش حارف اشتغل عليها. مش حارف ايه. لا بتعمل كل ما تتخيالي. وليها دوسات كتيرة جدا في السوق. هتلاقيها في الروعي. هتلاقيها عند اي حد من بتاع ادوات الخياطة. تمام? آآ اسألي آآ عندي المكنة السوداء المنزلي محتاجة آآ دوسات ليها. هتلاقي دوسات كتيرة جدا دوسات كشكشة وبرمو وعراوي وحاجات كتيرة قوي قوي يعني لا لا تعد يعني. تمام? كده لضمنا. خلاص. اهو. وبعد كده نقفل الباب ده كده. وخلاص على كده. يلا السلام عليكم.